اشتركوا في القناة ومساحق التدين الزائف ودليلا دامغا على خصومة تلك الجماعات مع مفردات الحداثة وقيم الإنسانية ففي ثقوب التاريخ اختارت مصيرها وقضت نحبها منذ عام 1928 قدمت جماعة الإخوان الإرهابية نفسها بديلا للإمبراطوريات الغاربة واعدة الجمهور بنهضة لا مثيل لها وبدولة لا يغيب عنها العدل واقتصاد يهزم منجز الغرب والشرق معا وحينما لاحت الفرصة بعد يناير كان الفشل الذرية ففقدت هيمنتها الروحية على أوساط المتدينين البسطاء وتقلد الهوات والإرهابيون مناصب الدولة التنفيذية ودخل اقتصاد مصر مرحلة الخطر وانتعشت تنظيمات التكفير والقتلة الأوائل وحين شد الشعب بوساط السلطة من تحت أقدامهم ظهرت تنظيمات القتل على الهوية كحسم ولواء الثورة كما أشعل حلفاء الجماعة الدواعش حدود مصر شرقا وغربا حتى تمكن المصريون من دحر ذلك كله أضاعت الجماعة الإرهابية المستقبلة مثلما أضاعت الحاضر فلا فرصة للعودة إلى زمرة السياسة وفقدت مجتمعها العميق ومؤسساتها الخفية وتقطعت أواصر حلفائها وضاقت ملاذات قادتها مع انكشاف مخططاتهم في كل قطر عربي وإسلامي وثلاثين ستة دي حديث ذو شجون زي ما بيتقال حقيقي مش هزار يعني وذكريات تفضل طول الوقت تتداعى على الزهن وتبقى مش عارف تلملم الزكريات دي من فين ولا فين وكل شوية تلاقي نفسك الحمد لله للوحد بدأ يفتكر تفاصيل وبتحصل فكرة التذكر ده وإحنا في عز ما بنقول إحنا مقبلين على تلاتين ستة بإذن الله عشرين اتنين وعشرين عايزك تفتكر عنف الأخوان حركات عنيفة نابعة تابعة منبثقة من الجماعة أثناء وبعد تلاتين ستة وبطبيعة الحق نتقابل كمان تلاتين ستة إزاي قدرت مصر تلاتين ستة في تلاتة سبعة في التفويض لو صح التعبير كده اللي نستخدمه إخماد هذه الشعلة الملتهبة المتأججة ثم إخماد جزوتها أو جذواتها المتبقية كنوخم معنا ضفنا العزيز والرائع منورنا داخل الستوديو كاتبنا وباحثنا الكبير الأستاذ طار أبو السعد خبيرا في شؤون الجماعات المتطرفة أهلا بحضرتك أستاذ طار أهلا بيك أستاذ عامل إيه كله تمام؟ الحمد لله حظي حلو أن احنا التقينا النهاردة هستخدم التعبير في السؤال إخماد شعلة كانت شديدة الالتهاب والاشتعال وهددت مصر بالكامل وتبقت منها بضع جزوات وبرضو 36 بمخرجاتها وبنتائجها أخمادت كل ده السؤال إزاي؟ لا السؤال إزاي يحتاج صاعات كتيرة نحاول قدر الإمكاني أولا أول خطوة حقيقية نحو 36 وأتمنى أننا بنعمل برنامج اسمه نحو 36 أو الطريق إلى 36 كان وعي الشعب لفترات طويلة كان الشعب المصري بيعتبر الإخوان المسلمين جماعة دعوية يعني مظلومة شوية لكن خلينا نديهم فرصة خلينا نديهم فرصة دي جملة كرارة كتير واقتنع بها الشعب المصري لكن سنة سنة من الحكم وسنة ونص أو سنتين قبل الحكم كانوا كافين جداً إنهم يكونوا رأيي عند الشارع المصري أن هذه الجماعة غير جديرة مش بالحكمة في مصر غير جديرة بالتواجد داخل الشعب المصري دي أول خطوة تاني خطوة التلاحم التلاحم ما بين أجهزة الدولة والشعب المصري التلاحم اللي بعد 36 اللي سمر فترة طويلة كنا نجدوا مع سقوط الشهداء في سيناء أو في غيرها من أثر عملياتهم كنا بنلاقي الناس الأهالي بتتوافد على المكان اللي بيتم فيه الدفن وبيتأذر جميعاً ضد هذه الهجمة ثلاثة يقزت الأجهزة الأمنية في فترة من الفترات وستطعت إن هي تفكك يعني اللغم الكبير اللي اتعرضت لمصر هو جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً وبين قسين تنظيماً الإخوان وبس لا الإخوان وما نشق عنها وما خرج منها وما أيدته وما رعته وما بثت فيها أفكارها إلخ الخطوة الثالثة ودي كانت أعتقد إن هي كانت أهم خطوة إن استعادت مصر حدودها الطبعية الإقليمية وقدرت إن هي يعني تقدم إنجازات للمواطن وقدم إنجازات في مصارها فبقى المواطن المصري أو الشعب المصري شاعر بالفارق ما بين ما كان يعني كاد أن يقع فيه وما بين ما نجاه الله وانتقل به إلى بر الأمان الأربع خطوات دول أعتقد هما كانوا اللي استطعنا بيهم إن إحنا ننتصر على الإرهاب بانتصار تنظيمي وليه بقول كده علشان لسه الفكرة عايزة مرحلة كبيرة مننا إن إحنا نشتغل على أفكار جماعات الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين التواجدوا في المجتمع المصري على فترات متتالية بداية من المؤسس حسن البنة في آخر عشرينيات القرن الماضي وحتى اللحظة الحالية التواجد ده سمح لهم إنهم يتواغلوا في أماكن كتيرة خليني أقول بعد تلاتين ستة إحنا ليه مستمرين لحد اللحظة بنحذر من الإخوان لأن هناك مقولات خرجت مش هقول مين اللي خرجها لكن المشاهد بزكاؤه هيعرف مين اللي خرجها لما نقول إن إحنا في أي مصلحة حكومية أو أي شارع أو أي طريق لما بيكون فيه مكان فيه خطر مش لازم يتحط مسلس الخطر إن فيه هنا خطر لازم تنبيه للناس إن فيه هنا مكان فيه خطر كهرباء مكان فيه سقوط فيه انحضار إلخ مين ليه المصلحة إن يشيل علامة الخطر اللي عايز الناس تقع في الخطر ده هل الإخوان خطر؟ الإخوان خطر بالفعل وبالواقع وبالتاريخ وبالأحداث وبكتاباتهم وبشهاداتهم على أنفسهم خطر على المواطن وخطر على الدولة وخطر على الدين حتى طيب بقاءهم موجود؟ موجود استمرار موجود؟ موجود الخطر مازال موجود؟ موجود طيب خطر يعني بما يساوي خطر ما صاحبة 36 وما قبلها؟ لا طبعا لكن فكرة إعادة التدوير مرة أخرى قائمة وحاضرين وجاهزين للخروج مرة تانية ربما هم حاليا في حالة كومون لكنه ممكن يخرجوا طيب بقاء مطلوب إن إحنا نستمر في التحذير لأن الخطر قائم الخطر موجود الخطر بيهدد مصر حتى هذه اللحظة طيب مرة تانية علشان الناس ما تخافش مش قصدي إنه هو بنفس ذات القوة والدرجة اللي كانت موجودة لأنه طبعا فيه إنجازات إحنا عملناها في تقليل حدة الخطر من هذه الجامعات بطاقفها المتعددة وبأشكالها وفي المظلة العامة للإسلامويين لكن لديهم حتى اللحظة القدرة على العودة مرة أخرى طيب أنا استأذر حضرتك وزيستار عايزة روح لفاصل سريع جدا وعايزة رجع بعض الفاصل على ده فكرة الخطر الذي زال أو لزال مستمرا وإن اختلفت أشكاله وإنه قد يكون زال الخطر فيما نطلق عليما بنقصين كده التهديد الأمني أو تهديد الأمني العام للمجتمع المصري أما خطر الفكرة فلا زال موجود في رؤية وفي استراتيجيات تختلف التكتيكات لكن الرؤية لازالت موجودة مهمة أوي الحتة دي خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الأستاذ الكاتب والباحث الأستاذ طارق أبو السعد الخبير في شؤون الجامعات المتطرفة استنونا الحنواردة أنا مبسوط جدا وخصوصا بضفنا العزيز كاتبنا وباحثنا الكبير استاذ طارق أبو السعد الخبير في شؤون الجامعات المتطرفة تطرقنا في الحديث إلى أنه أنا عايز أسأل على مسألة الأفكار التي لازالت مستمرة وإحنا في الفاصل استاذ طارق قلتلي أنه الإخوان هيعملوا إعادة تدوير لمصطلحات لمحاولة إعادة دمجهم جوا المجتمع التاني نعم وهيحاولوا يتلعبوا بالناس من أول وجديد نعم أول حاجة هما هيعملوها حاليا أنه هما بيحاولوا يثبتوا أن من مارس العنف هو فصيل منهم انحرف عن فكر حسن البنة وأن الفصيل ده لجنة أو جماعة حنسميها حسم حنسميها لواء الثورة حنسميها كتائب أي أن كان اسمها كتائب كل دي لجان كانت موجودة وانحرفت بالفكر الصحيح السليم فكر حسن البنة وإحنا فصلناهم واستبعدناهم نظرا لأنهم مارسوا هذه الأعمال العنيفة أو تلوثت أيديهم بالدماء لكن جسد الجماعة ما زال زم هو جماعة دعوية طربوية جميلة جدا سياسية معارضة إلى أخ وديكزب الكبرى دي أكبر خديعة وأكبر فخ إحنا ممكن يعني ينطلع علينا أولا وده رقم واحد كده فكر الإخوان منذ البداية هو من الجين الفكري عند حسن البنة أنه يستخدم العنف ويستخدم السلاح لانتزاع الحكم من الحكومات لصالح جماعتين قولا واحدا قال الكلام ده في المؤتمر الخامس وقال الكلام ده في رسالة التعليم وقال الكلام ده في رسالة الطلاب الكلام ده في سنة 38 وحد اتنين واربعين وهو ثابت على هذا الأمر والجماعة ثابت عليه ده في تكوين الإخوان مارس حسن البنة العنف وهو اللي أسس النظام الخاص وهو اللي أمده بالسلاح وهو اللي عمل يعني في عهد تم قتل خازندار والنقراشي وتفجير فندق الملك جورج التفجير والاعتداء على مجموعات الحزب الوفد في بورسعيد بالسلاح حكم در العاصمة تم قتله بقنبلة من مظاهرات الإخوان كل ده في عهد حسن البنة وكلها قضايا معروفة أنكرها في وقتها لكن جاء أصحابها أثبتوها على أنفسهم فيما بعد فهذه الأعمال سابتة ففكر حسن البنة وفكر جماعة الإخوان المسلمين منذ البداية يعتبر العنف أو السلاح وسيلة من وسائلهم للتغيير ونصول الحق قولا واحدا اتنين هذه الجماعات اللي هم بيحاولوا أن هم يتبرقوا منها اللي هي اللجنة أو اللجانة النوعية اللي بيحاولوا يتبرقوا منها حاسمه والعقاب الثوري والثورة إلخ إمتى تكونت؟ تكونت قبل 306 فلو عايز يقول أنه انحرفت انحرفت إمتى؟ عايزين يقولوا أنها انحرفت مع محمد كمال على اعتبر محمد كمال قتل في اشتباك مع الدولة المصرية فيشيل كل القضية صحنا حنشايل ميت كل القضية ونشايل للناس دي كلها القضية ونخلص علشان جسد الجماعة يفضل سليم ده بالنسبة لهم ويعتبروا نفسهم معارضة معارضة في الخارج اعتبروا نفسهم جماعة كلاها موقف واختلفوا سياسيا لذلك هم حرصين كل الحرص على أن كلهم مقعد سبه مقعد حضرك استخدمت لفظ ربع راجل لا هو عايز حتى واحد مش تابعه بس يقول كلامه داخل الحوار الوطني علشان يبقى له قدم بس في الحوار علشان يقول أنا جماعة معارضة أو أنا تكوين معارضة أو أنا هيئة معارضة أرجوك يتعاملوا معايا كمعارضة وبعدين نعيد تاني دورة حياة الإخوان وعن طريق وسطاء أو شركاء أو أجراء بألسنة مختلفة قد يعني يظنوا البعض أنه هم مش الإخوان مش إخوان مسلمين حيروجوا لضرورة دمج الإخوان مرة أخرى في المجتمع لأنه مش معقول جداً يبقى عندنا فصيل معارض وقاعد برة ونفسه يمارس السياسة داخل الوطن وإحنا عملين نتكلم عن حواد الوطن هم مش موجودين فبالتالي هؤلاء المدفوع لهم أو الموظفين أو المستأجرين لتدوير هذه الكلمات أو بثها في أوساط المثقفين والمهتمين بقضايا الوطن الغرب منه كله إعادة تدوير الجماعة مرة أخرى أو إعادتها بالتدريج بشكل متددج داخل المجتمع دي نقطة وتبقى كل التهم معلقة على هذه الجماعات اللي هم هيقولوا أنه احنا فصلناها لكن في النهاية مهما عملنا هذه الجماعات هي الثمر النهائية لفكرة حسن البنة بل داعش هي الثمر النهائية الحقيقية لفكرة حسن البنة حسن البنة في رسالة نحو النور بيطالب الملك أنه هو جماعته تكون هي الأمر المعروف أنها المنكر اللي تمارس الرقابة على الإزعاء والتلفزيون ما كانش في تلفزيون كان وقتها الإزعاء والأغاني والمؤلفات والمطبوعات والسينما والروايات ويطالب بفرض الحجاب على المدرسات والممرضات ومن في حكمهم ويطالبه بخطوة متدرجة لإجبار الرجال على زي موحد الكلام ده مش في الهوى جماعة اللي مش بيصدق كلامي يعني يبحث كده في النت رسالة نحو النور حسن البنى سنة ستة وتلاتين وهو بيخاطب الملك الشاب الجديد دي أفكار موجودة طيب يمكن ستة وتلاتين هم تخلوا عنها ما تخلوش عنها ما تخلوش عنها إلى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة لم يراجع أحد أفكار حسن البنى ولم يقول أن هذه الأفكار قد تم تجاوزها النظام الخاص الأساس هو حسن البنى قسم الوحدات المختلفة يعني غير النظام الخاص كان بينهم صراعات ده صلاح شادي وده عبد الرحمن السندي برضو الأساس هو حسن البنى السلاح حسن البنى المحاولة بل النجاح في اغتيال الإمام يحيح حميد الدين وقامت ثورة عليه كان حسن البنى وهو اللي بعت عبد الحكيم عبد الدين وبعض أتباعه أنه هم يبقوا في الساعة فهذه هي أفكار الإخوان وهذه هي تصرفاتهم وهذه هي عودتهم أحذر نفسي وأحذر الآخرين وأحذر الكل من عودة الإخوان مرة أخرى تحت أي مسمى تحت أي شكل تحت أي صورة تحت أي فكرة حتى لو كانت شكلها براق لكن حقيقتها مرة حدثنا اليوم هو على رأي الجماعة الفرنسوية الأوردفر لوجبة سوف تكون شديدة الدسامة في حلقات حلقات قادمة لازم نقعد نكمل فيها الكلام لأنه شوف برضو الوقع حد لسه جوها حاجة عاوز يطلعها ويفهمها أكتر يعني أنا عندي فعلا بالكلمة حتى كنته ده عشرات الأسئلة لكن إن شاء الله الجايات أكتر ربنا يدي لك ويدلنا جميعا العمر أنا بشكورك جدا يا أستاذ طارق نورت وشرفت وبجد اختلفت كثيرا عن يعني الأطرحات المحترمة أيضا اللي بيتم طرحها من قبل خبرات واسعة بمسألة الجماعات المتطرفة والجماعة فكون تحتك شديد الاختلاف في الحقيقة فلينا لقاءات كثير أتمنى كل وقتك يسمح كل الشكر إليك أستاذ طارق كل الشكر اللي كاتب ده وبحثنا الكبير أستاذ طارق أبو السعد الخبير فيه شؤون الجماعات المتطرفة أستأذنكم مين بيجيب في سرتي أكيد لعالبعت الإخوان أو الله فيش غيرهم مهم يعني سنة واحدة أبق يا ساتر يا ساتر شوف بقى احنا رحين نفصل ونرجع بعد الفصل نسأل هو معقولة تبقى المعادلات طول الوقت الصفرية إزاي نقدر نفكر بشكل إيجابي أن أنت عندك مع بدل الفرصة آلاف الفرص ربك سبحانه وتعالى برحمته بيديلك في كل لحظة فرصة جديدة حياة جديدة اوعى تهدرها انتظرونا مع دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي نتحدث من خلال هذا المنطلق استنوا لبعض الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة